لان انا بحط عدة نماذج حتى تصل حقيقة واضحة للاستاذ المشاهدين انا ليش 75 لتر هذا قصدك عدل؟ شون طلعت الحزبة 75 لتر اللي يستهلك 240 لتر شهريا الان اللي يقول لي ليش 240 لتر ما يكفيني 240 لتر بحط لك نماذج اعلى 240 لتر رقب انا اقع بلوهاب ولا انا اقع مرزوق ولا انا اقع وزير ولا نائب هذا الرقم المستخدم في المؤسسات الدولية الحد الاعلى منه 240 لتر تمشيك شهريا 2666 كيلو متر بمعدل كل 100 كيلو تحتاج فيها 9 لتر هذا المعدل ايضا للمستخدم يعني عدد الكيلو مترات سنويا 31992 يعني 32000 كيلو متر سنويا يفترض هذا يمشيك في السابق قبل قرار زيادة 240 ضرب 60 فلس فاتورتك تصير 14 دينار و400 بعد زيادة الحكومة فاتورتك تصير 240 لتر في 85 فلس تصير 20 دينار و400 واضح كانت 24 دينار و400 صارت 20 دينار و400 بعد الدعم 75 لتر فاتورتك تصير 14 دينار و25 فلس اقل من قبل الزيادة القصة مو يعني من اراد ان يهاجم لمنجرد الهجوم انا اتمنى يكون في في كان يكون نقاش فني يمكن فيه آليات افضل يمكن حلول افضل ما كان فيه نقاش كان التعاطي سياسي بحت بس انا بقولك التالي اللي بيقول والله لا 240 لتر شنو ولا شي قوله معاك اللي بيستعمل 320 لتر يعني هاده تمشيك 3560 كيلو بالشهر تمشيك 42 720 كيلو بالسنة قبل الزيادة قيمة فاتورتك 19 دينار و200 فلس بعد الزيادة 27 دينار و200 فلس الزيادة والدعم فاتورتك تصير 20 دينار و800 فلس يعني من 29200 الى 2800 دينار وكسور فقط الزيادة هذا اللي بيمشي 42 ألف كيلو بالسنة اصلا كل شركات الاجار والهذا تعطيت حد اعلى 25 ألف النموذج الثالث بيوصل لاستاذ المواطنين نموذج غير واقعي بس أنا بحطه يعني وهو اذا معدل الاستهلاك الشهري للمركبة 480 لتر شهريا يعني يمشيك بالشهر خمستالاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين كيلو يعني يمشيك بالسنة 64 ألف كيلو اعتقد ما قعد بالكويت اثنين يمكن بالكويت اللي يمشيون اكثر من 64 دينار الاخ سعدون حماد والاخ سيف العازمية غيرهم يمكن ماكوا حد يعني سعر البانزين الممتاز قبل الزيادة كان 28 هذا اللي طالع فوق ها 28 و800 بعد الزيادة يصير 40 دينار و800 بعد الدعم يصير 34 دينار و400 يعني ايضا زيادة غليلة عن السهل